بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بناتي إخوتي إخوتتي في الأول نرجو معكم الدعاء لنا بالشفاء العجل من العيني بها نقدر نكمل معكم إن شاء الله الموسم الدراسي كما كملناه مع السنوات الماضية كما تعرفوا ها هي راحة بولادي بناتي ها هي راحة كورونا والحمد لله وها هو راحة معها نظام التفويج وعدنا إلى الدراسة كما كانت في دوميل فأرجع دوميل كانز دوميل ساس دوميل كده عنا دوميل فانتي أو دوميل فاندو هي اللي كانت حالة استثنائية رينا بنظام التفويج لبالي في نظام التفويج أنه فيه إيجابيات أنه كان عندكم وقت للمراجعة للاختبارات ولا الفروض ولا البيام ولا للباكالوريا أما الآن يعني لما يروح نظام التفويج أكيد راح ينقص الوقت انتاع المراجعة أعليه لأنه كنت إما تقرأوا الصباح وتريحوا العشية أو تقرأوا العشية وتكونوا مريحين الصباح لكن ينظرك راح أتعاود ترجع النظام العادي القسم يعني كامل تقرأوا الصباح وزيدوا العشية الكثير ربما يقول لك يا أستاذ هذا الطريقة ما تساعدناش نقول لكم جماعة يعني اللولة كورونا دارت حالة استثنائية ما دعب لكم باللي هذه كورونا خلات الناس قرأت حاجة قليلة فقط خاصة في الإبتدائي رام الطالباء يعني التلاميذ صبحوا كانوا غير يشموا يعني ما قرأوا والو براسك حتى في الثانوية راكم تشوفوا الحق ناويين دارا جوين الباكالوريا واللين دار غير من الفصل اللول خلى الطالباء يعني جل المحاور ما يقرأوهمش وهذه حتى للسنة الرابعة متوسط وللأولى ثانوية 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 ثالثة ثانوية أو حتى في المرحلة الجامعية لكن الحمد لله مدام راحت راح ترجع المياه إلى مجاريه يعني نعودون قرأوا كما قرأوا الأجيال اللي قبل الآن يعني الكثير يقول لك يا أستاذ كما قلت ما يساعدنيش أنا هذا الأمر نقول له يساعدك عادي وإلا كيفاش قرأوا جماعة دميل ديزناف دميل ديزويد دميل كنز دميل ساز دميل كاتورز كيفاش قرأوا قرأوا عادي يعني يقرأ صباح ويقرأ عشية وقدروا يحقوا نتائج رائعة وجبوا الباكالورية التحم بمعدل عالي ولا البيام ولا الفصلة البرومياراني ولا الدوزياماني الآن أول حاجة يعني ننصح ولادي وابنتي فيها هي أنكم تحاولوا تصنعوا تواقيت على حساب النظام اللي راح نقرأوا به هذا العام الأمر الثاني اللي نعود نركز عليه أنكم الويكانت الويكانت سمعوا عمليح لازم لكم ما تدوهاش نصبح للليل غير ليكور مثل من يتعصبح وانا ليكور والعشية ونزيد السبت كذلك يعني هنا راح يتملك إرهاق تام ما تفكر ليش في ليكور قدر ما تفكر في كيفاش تدير توقيت باش تستغل الوقت بتاعك في الدار مثلا تخرج أكيد العشية تخرج تعبان أكيد لازم لك تريح لازم تشرب قهوتك حتى للليل وتقرأ شوية أما الويكانت ننصح أن أولادي ولابنتي تقرأ مادة وحدة مثلا ليكور وتروح بقية للوقت الأشياء تقرأ كذلك السبت هكذا بهذا الأشياء الأولاد تعود ترجع المياه إلى ما جاريها يعني ذلك الدولة دار تقرار بل نظام التفويج تنحى ما نبقاوش يعني نبكو على نظام التفويج لأنه كان يساعدنا وما كانش يساعدنا عادي وحد آخر يقول يا أستاذي الآن نصبحوا في القسم يعني بزاف لا بزاف لا والولادي هنتقرأوا من ربعين للتحت خلاص لأن هذه كورونا هي فرضة هذا الشيء الآن راح تلازم ترجع الأمور إلى طبيعتها ولكن هذا الأمر أنا ما يخلنيش بس نستسلم ولا بس نتخاصة كان جماعة اللي كانوا يعني حين يفوتوا باك ليبر وكانوا يعني يقرأوا في الجماعي يقولك هكذا ما يساعدناش لا يساعدك عادي وكيفاش فوتوا الأجيال اللي قبل قادروا ينظموا الوقت التحم وقدروا يزرعوا في نفسهم شحنة ويزرعوا في نفسهم شحنة إيجابية ورغبة والصمود والمثابرة وحب تحقيق الحلم وقدروا يحقوه يعطيهم الصحة لهذا انتم كذلك تقدروا يتحقوه عادي يعني ما تحطوش الأمور باللي ما دام راح التفويج الحلم ضع ولا باك أبي فمونسيو ضع ولا الانتقال الثانية ولا الثالثة ضع ولا التحاصل على بيام ضع لا عادي خلوا الأمور كما راي لهذا نحبكم من الآن حاولوا لما جيدوا دخول مدرسي حاولوا تديروا التوقيت اللي تخليكم يعني تقدروا تديروا انسجام بين وقت الدراسة ووقت المراجعة ووقت النوم ووقت الراحة كينا كذلك نقطع حساسة نشوف الطلباء الآن في هذه الأيام راهم ما زال ما دخلناش اللي يقولوا راهم الجري اللي يقولوا وقع عيال أولاد نصيح عليكم نصيح عليكم كأستاذ يعني ما نش ربما جاي هكا ونقول لا را عندي هذا العام 22 سنة في التعليم تعليم الأكاديمي يعني التعليم الثانوي عسوا رواحكم تتعبوا لأن العام راها طويل والسنة الدراسية عام سنة لك هتقرأ الصباح وزيد العشية يعني ما تفرصيش على روحك منظرك ما تقول ليش الأستاذ تتعليكور ولا شكونا لقاريك لكور قلنا رواحو لازم نظرك وندلكم ورجع الله أنا نصيح عليكم ونقولكم ارتاحوا حتى تنطلق الدراسة وليكور ما زال وقت النوم حتى الأكتوبر على الأقل تكون قاري المحاور لما لقيت روحك نقطة ما فهمتاش وروحوا قراءها لأن ليكور موصي ولا ديما هم شموضة من ديرهم شموضة لجل أن الأمر راها تعبتو والديكم مديين يعني يكونوا على صراحة ما تديروش ليكور من أجل ليكور لا دير ليكور لما تلقى روحوك ناقص انتاش كل يضمن بالليرك ناقص وين عرفت ما زال ما انطلقتش الدراسة وما زال ما انداروش الدروس وما زال ما داروش فروض ومن داروالو لهذا نحب ولادي وابنتي حاولوا لأنه بيتكلب الحب غير بالشوية ان شاء الله ومن بعد لما تلقى ناقائص حاول تفهمهم واحدة قبل ما تلجأ للسؤال حال أخرين لأنه راي قضية قضية أموال والديكم راكم تعارفوهم را مكالي بابهم الحاج عندها خاوتها وخاوتها وخوتها 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 ومثلاثة ولا ربع يقرأوا ناسا غبنت ماديا احنا ما ناش ضد فكرة ليكور لا حشل الله لكن رانا ضد انكم تكلفوا والديكم فوق الطاقات تعامل حاجة ما قدرش تفهمها مع الاستاذ تقدر تروح لليوتيوب الحمد لله في وجه ربي باطل ابل ايما ما قدرش تفهمها فما روح شوف اشياء اخرى احنا لا من بداية السنة يعني صباح التلميذ والطالب يعني مباشرة لا يا الولاد انا نوصي فيكم بهذا الشي راح تروح لك الرغبة وتروح لك العازيمة تولي عندك الاتكالية كلش نتكلع ليكور نتكلع لا كذا نتكلع لا كذا خلي كما مثلا الانسان غير يمرض يروح للطبيب ولا يروحش رب الدول ما نعمتك ومش الجسم التاعك كذلك هنا المناعة التاع العقلية التاعك ما توليش بهذا نحب ولادي وابنتي لازم لكم ما الان حاولوا تحضروا روحكم غير نفسيا بالعكس لحنا الحمد وربي انها كورونا راحت وراح معاها سوال حليما مش ملاح وراه جاي موسم دراسي ان شاء الله يكون موسم ان شاء الله فيه خير فيه بركة فيه عمل فيه مثابرة وعلى بالي باللي انتم لها وانتم اهلها وانتم اللي تجيبوها فيه لي ان شاء الله في الاخر والذي وابنتين عود نكررها ما تنسوناش بالدعاء لنا بالشيفة العاجل والترحم على الرحمة الطاهرة ودعونا ربي سبحانه بهنا قدروا نكملوا معكم الى اخر لحظة من اللحظات الباكورية كما الاجيال اللي فاتت تعونا غير الوالدة رحمة الله عليها ومع تحية البستر نردين من حبكم والمتعلكم ولادي ابناتي لكم الف تحية من عند البستر نردين سلام